استقبل قداسة البابا فرانسيس في الفاتيكان أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية المعنية بتحقيق الأهداف الواردة في وثيقة الأخوة الإنسانية من أجل السلام العالمي والتعايش المشترك التي تم التوقيع عليها في أبوظبي خلال زيارة البابا فرانسيس إلى الإمارات العربية المتحدة في شباط من هذا العام وقد عبر قداسته عن تجيعه لأعضاء اللجنة باعتبارهم صانعي الأخوة وعددهم ثمانية أعضاء بعد أن انضم إليهم الحاخام لستيج كبير الحاخامات في المجمع العبري بواشنطن ومن جهتها أعربت اللجنة بلسان لستيج عن شكرها لقداسة البابا فرانسيس وللإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ولسمو الشيخ محمد بن زايد قال نهيان ولي عهد أبوظبي على الدعم والتجيع المقدم للجنة وقال إنه لا يشرفني أن أنضم إلى الأفراد الموقرين الذين يعملون في الدفاع عن المحبة في وجه الكراهية والعدالة في وجه الظلم والإيمان في وجه الخوف وخلال اجتماعها الأول في الفاتيكان حددت اللجنة بعض الخطوات الملموسة لبدء نشاطها ويشمل ذلك العرض المقترح الذي سيتم تقديمه إلى الأمم المتحدة لتحديد موعد في الفترة ما بين الثالث والخامس من فبراير المقبل لإعلانه يوما عالميا للأخوة الإنسانية اشتركوا في القناة